الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمدين صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجاء بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله أيون ادعي ربي افدو اديكم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ارحمنا برحمتك اللهم اصطرنا بسترك اللهم احفظنا بحفظك اللهم اجعلنا تحت عنايتك يا فالق الحب والنوى اعطي كل مرء ما نوى اللهم انا هناك رجالا اصيب بالعقم اللهم احيي اصلابهم وارزقهم ذرية تعبدك وتشكرك وتدعو الى دينك اللهم بعض النساء اصيبنا بالعقم اللهم اني اسألك ان تحيي ارحمهم وان تزقهن الذعية الصالحة التي تعبدك وتدعو الى دينك اللهم اني اسألك من كل خير اللهم هذا الناس لم يشوفونا ويصبعون علينا ويتعلمون منا اللهم يا رب املأ بيوتهم بالخير والبركة اللهم ارزقنا الحلال وبائك لنا فيه اللهم بعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم اشفي مرضانا اللهم ارحم موتانا اللهم يا رب يا رب احمي اطفالنا يا رب العالمين الاطفال يخطفون ويقتلون ليس لهم الا انت يا رب العالمين امين يا رب العالمين الاطفال يخطفون ويقتلون هم بعد يجونا الفلاسفة يقولنا الاعدام الشملع وكيف تعدم هذا ليخطفطفال اين حقوق الانسان وهذا إنسان مسكين ضحية المجتمع يعني اللي ماشي ضحية غير الأطفال حقوق الإنسان لمن للقتل أما المقتول ماشي إنسان هذاك حيوان هذاك دبانة في السعليا وميتوا في الأقبر الله يهديكم والله غير عيب عليكم عيب عليكم يجي واحد يهضر ويقول لا للإعدام واشنه ما لا يقول لي واشنه قال لك نحكموله مدى الحياة نحكموله مدى الحياة وانتا شكون كلفك تحكمله مدى الحياة شكون كلفك انتا وكي تحكمله مدى الحياة ومبعدها تكتشف بالله وكأخطأت بعد ما قبضت سبعين سنة حبس زي ما تعاوض تردلو سبعين سنة خاطر شو ما يقول لك حنا ما نعدموش على لو كان غلطه ومبعد ما نقدوش نردلو حياته وكي تحكم عليه مئات سنة حبس ويقبض مئات سنة ومبعد تردلو مئات سنة تعاوض تردلو الله ياهديكم غير تهدروا غير تهدروا خطسوا ولادكم مشيهم الامي تخطفوا نهاريا خطفوا لك وليدك تقول لنا جيبوا أنا انطبق عليه لايعدام